في سؤال على الهاشتاغ يقول استاذ وليد فهد المولد طلع بريء من استخدام المنشطات ولم تجيب خبر عنه من قريب ولا من بعيد وانت اللي نشرت خبر استعمال المنشطات ويجب عليك اعلان براءته والاعتذار منه منه الكذاب اللي قال لك انه صدر قرار منه فيه براءة نرجع لنفس القصة طيب خلينا نكون واضحين اولا كابتن فهد لا بريء ولا مدان حتى الان فيه خطاب طلع من لجنة المنشطات موجه الناد الاتحاد متعلق بقضية اللعاب كان يفترض انا يعني بوضح لكم بس لانه فيه كثير كذب موجود في السوشال ميديا وهذه مشكلة لما تطلع المعلومات من مصادر لا تتحمل المسؤولية القانونية فبالتالي يجيك شخص عزيز زي الاخ هذا يجي يقول لك ايه عاتبك انت كيف تقول اهدأ مين قال لك نوجي بالكلام الفاضي كان مفروض في جلسة الكابتن فهد المولد في لجنة مكافحة المنشطات وطلب طلبة المحامين اللي معاه طلبوا من المختبر تزويدهم بالمستندات الخاصة بالعينة وتأجلت الجلسة لحين وصول المستندات من المختبر اللي اجرى الفحص على العينة ومتوقع ان تكون الجلسة قبل عشرين رمضان يعني لسه قدامنا هالسبوعين هذه لغاية ما يصدر القرار النهائي واتمنى الحقيقة من كل قلبي ان كابتن فهد المولد يخرج من هذه الازمة لانها الحقيقة لو كانت ثابتة عليه رح تكون هذه نهاية مشواره الرياضي وكابتن فهد بذل محاولات جادة الفترة الماضية لإعادة مستوى وإعادة اسمه والعلاقة اللي بينه وبين الجمهور الاتحادي جمهور عاشق وكان يرى في فهد المولد شيئا من خيال الاتحاد القديم كان يشوف فيه امتداد لتلك الأجيال الذهبية في هذا الاتحاد فقط للتوضيح الموضوع لسه انطول